بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاريت زي ما متعودين قبل اي حاجة نصلى على سيدنا النبي الفيديو ده مهم جدا وسؤال داري جدا كل الناس بتسأل او الناس اللي هي حديث التخرج بتسأل ليه الحفر بيكون بالموجب والردم بيكون بالسالب بالرغم من ان انا في الردم بزيد في الردم من منسوب اجل الى منسوب اعلى فالمفروض ان المنسوب بيزيد طيب ليه بيبقى بالمينس بالسالب طيب والحفر المفروض ان انا بنزل بقل من منسوب اعلى لمنسوب اجل المفروض ابقى بالسالب لكن هو بالموجب يعني الحفر بالموجب والردم بالسالب هنعرف كل الكلام ده بالتفصيل يا ريتلون انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل فيديوهاتنا باذن الله اول حاجة هنوضح فكرة بسيطة هتفهمك ليه الحفر بيكون بالموجب والردن بيكون بالسالب طبعا كلنا عارفين شبكة الاحداثيات اللي هي نقطة الاصل بتاعتها السفر تمام نقطة الاحداثيات بتكون السفر وعارفين المحور السينات ومحور الصادات بيتقاطعوا في نقطة الاصل اللي هي سفر وسفر تمام من السفر للاعلى بيكون من السفر للاعلى في محور الصادات بيكون بالموجب من السفر لتحت في محور الصادات بيكون بالسالب احنا ليه هنمسك محور الصادات بس لان محور الصادات هو المحور الرأسي اللي هي سواء طبقات ردن او طبقات حفر عندك فبالتالي من السفر هنمسك المحور الرأسي هنسيب الأفقي فمن السفر لأعلى موجب ومن السفر لتح سالب لما بيكون عندي مشروع طريق مثلا عايز أوصلها لمنسوب معين أنا هعتبر بالنسبالي المنسوب المعين ده هو السفر المنسوب بتاع الدزاين هعتبره منسوب السفر أعتقد تخيل معايا لو أنا عندي حفر علشان أوصل لمنسوب السفر أوردم أردم أطلع هنا علشان أوصل لمنسوب الدزاين ذي هو السفر في كل الحالات ان meus dois أولك اضمر لمنسوب السفر والمنسوب zero من النقواة الاصل اللي هو الناسوب بتاع الدزاين بتاعي تعرف الحفر طبعا أنا هحفر فبالتالي الارض الطبيعية اعلى من منسوب الزيرو اتفقنا من شوية في الشبكة ان من الزيرو والفوق بيكون موجب فانا من منسوب الارض الطبيعية هحفر لحد ما اوصل للزيرو كده انا في الجزء الموجب اللي هو من الزيرو الاعلى هتكون الارض الطبيعية اعلى من الزيرو ده طبعا ده العادي هحفر لعلشان اوصل لمنسوب الزيرو كده انا فنهي الاتجاه في اتجاه الموجة علشان كده الحفر بيكون بالموجة طيب الردم اكيد الارض الطبيعية هتكون اجل من الزيرو طيب يبقى ايه في الاتجاه الاسفل من الشبكة او من المحور الرأسي في الاتجاه الاسفل من الزيرو فانا هردم اردم لحد ما اوصل للزيرو اللي هو منسوب الديزاين بتاعي يبقى بيكون بالسالم لان انا في الاتجاه السالم او لان انا في الاتجاه السالم كده بكل بساطة ليه الحفر بيكون بالموجة والردم بيكون بالمينس بالسالم علشان شبكة الاحداثيات عند المحور الرأسي من الزيرو بيكون منسوب التصميم بتاعي اعلى من الزيرو بيكون موجة اجل من الزيرو بيكون سالم الارض الطبيعية اللي انا هشتغل عليها في القطع اكيد هتكون اعلى من الزيرو وانا عايز اوصلها للزيرو يبقى انا شغال فوق الزيرو فبالتالي بتكون موجب ولو عندي رد فبالتالي الارض الطبيعية هتكون اقل من الزيرو وانا هعليها لحد ما وصل للزيرو كده انا شغال في الجنب او في الناحية السالب دي فرق بين الاشارات في الموجب والسالب وانت شغال في الطرب علشان تبقى فاهم ليه دي بالمينس وده ليه بالموجب طبعا ده سؤال كتير بيحكي فيه فلازم عود نفسك ان انت تفهم الفكرة ايات من فين يعني ما تكررش وخلاص تفهم الفكرة ايات من فين الفكرة من الاصل من شبكة الاحداثيات والمحور الرأسي بالخصوص لاننا شغالين رأسي شغالين بشكل رأسي وده الفيديو البسيط اتمنى ان الفيديو كنا لعجابكم ما تنسوش دعمنا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لسلاقنا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته